هذه الآيات أحبائي في سفر صموئيل صموئيل النبي كان نبي كان قائد طبعا حربي وكان أيضا كاهن وكان قاضي يعتبر همزة الوصل بين القضاء وبين أول ملوك إسرائيل الملك شاول والملك داود تعرف حبائي مكتوب عن صموئيل في إصحاح صموئيل أول إصحاح 12 مكتوب قال هذه العبارة وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم تعرفوا كانت فترة عصيبة جدا يعني عالي الكاهن اللي كان يعتبر اللي بيكهن في منطقة تسمى الشيلو وأولاده كانوا أشرار الكهنة وكانوا يستغلوا أساء العبادة وبعدين حتى يزيدوا على خطيتهم أخذوا تبوت العهد تبوت الرب وحاربوا الفلسطينيين القدماء وهناك خسروا المعركة أمام الفلسطينيين بس الرب لأنه كان حضوره في هذا التبوت تبوت العهد ضرب الفلسطينيين الفلسطينيين كان عندهم مفهوم عن الله أكتر حتى من شعب إسرائيل قالوا إحنا يعني صعب أن نحارب هذا الإله فبعتوا هدايا واسترجعوا التبوت وبعدين أحبائي مكتوب زال المجد من إسرائيل لأنه تبوت الرب أخذ فصمويل جمع كل مملكة إسرائيل وقدم ذبيحها وهناك عمل عهد أمام الرب يذكر الشعب في عهده وهناك أحبائي يعني من خلال صمويل استرجع واسترد المملكة ووضع حجر يسمى حجر المعونة إلى هنا أعاننا الرب فبالتوبي والرجوع استطاع أن يسترجع المملكة من خلال قوة الصلاة ابقوا معي سأواصل حديثي عن شخصية عظيمة أخرى من الكتاب المقدس سأرجع بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر